أمي يا أمي يتوسل أمه التي هي كلما تبقى من ذاكرته المفقودة في زمن الحرب ولا ينسى أطفاله وزوجته الذين كثيرا ما طمأنهم بتوجيهات ووعود صرف المرتبات عادل طهاء وخذه اسمه المفروغ من عقدة اللقب والمحسوبية في سجلات الجيش الوطني الصورة الأكثر تعبيرا عن واقع الجندي المخلص لمشروع الدولة من هزمته ظروف المعيشة ودفعت به إلى مربعة الهديان بعد أن جاءه خبر إخراج أسرته إلى الشارع بسبب عجزه عن سدد الإيجار المتراكم لسبعة أشهر وعوده المتكررة لأسرته بالرواتب هذا الأسبوع هذا اليومين هذا كذا مما أدى إلى ضغوطات وأرق وسهر وتفكير والزيادة مما أدى إلى خروقه عن السيطرة إنه المصير الذي ينتظر آلاف المحاربين من جنود الجيش الوطني المخذولين بتوهمات حكومة الشرعية ووعوده الكثير بصرف مرتباتهم المنقطعة منذ فترة طويلة وبين هذا وذاك يقف هذا الجندي المتأهب لتصويب رصاصته عاجزا عن صنع احتمالات النجاح لكنه لا يزال يحلم ونستعيد دولته وشرفه وكرمته التي انتهكتها مليشيات الحوثي الإنقلابية بعضهم بعضهم وإن شاء الله سنحرر تعز وسنحرر صعدة وعمران وجميع المحافظات اليمنية يحملون رؤوسهم على أكفهم خلف المتاريس تحت لكيب الشمس وقسوة الجبال المشتعلة بالنار ثم تمآس كثيرة لجنود يافعين بحلم الدولة تشكلوا من شقوق الحرب على هيئة جيش وطني فكان بالمقابل خدلانهم حين صاروا بأرواحهم ورواتبهم نهبا لتجار الحرب